الآن الأخ العزيز سأل في قوله تعالى عن أيوب عليه السلام و اذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب و عذاب لماذا نسب أيوب عليه السلام النصب و العذاب إلى الشيطان فهل كان عذابا لذنب أو كان سهوا منه عليه الصلاة والسلام لا كان ابتلاء من الله تبارك وتعالى لكنه و هو في مقام النبوة و الاستفاء من الله عز وجل فإنه عبر بذلك تأدبا مع ربه جل وعلا من أن ينسب إليه الضر و الشيء و القبيح و هذا دأب الأنبياء و المرسلين عليهم الصلاة و السلام و كذا المتقين فإننا نجل في كتاب الله عز وجل أنه حينما يحكي لنا ربنا تبارك وتعالى ما يقوله هؤلاء الصفوة فإنهم ينسبون إلى الله عز وجل كل حسن حميد مقبول من نعم و فضل و ما ينالهم من فيوضات رحماته فإذا كان الأمر على خلاف ذلك فإنه ينسبونه إلى أنفسهم و إلى الشيطان تأدبا مع الله تبارك وتعالى و مراعاة لمقام هذا الخطاب الذي فيه تذلل و طلب رحمة من الله عز وجل فهذا هو الذي نجله و هذا الذي ينبغي أن يتأدب به المسلمون أيضا فلا ينبغي أن ينسب مع أن الله عز وجل هو خالق كل شيء و هو مسبب الأسباب و هو الذي يبتل عباده بالخير و الشر إلا أنه فيما يتعلق ببث الطلب و الشكوى إليه جل وعلا فإنه لا ينبغي لا يليق إلا أن ينسب إليه كل ما هو حسن و جميل و أن يتأدب معه في الخطاب فينسب ما كان على خلاف ذلك من بر أو أذن أو شر أو شيء ينسب إلى النفس و إلى الشيطان و الله تعالى أعلم بعض الأنبياء